اشتركوا في القناة وإسقاط وإعفاء الرسوم البلدية على 1091 أسرة بحرينية لا تمتلك مساكن خاصة بها وتسكن في مساكن مستأجرة خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2020 من العام الحالي وأوضح وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن هذه القرارات تأتي تنفيذا للرغبة السامية من قيادة عاهل البلاد المفدأ يده الله ورعاه الرامية إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين عن طريق تخفيض الأعباء المعيشية عن كواهلهم من خلال رسوم بلدية مخفضة ومنسجمة مع اهتياجات هؤلاء المواطنين وكذلك إعفاء بعض ذوي الدخل المحدود من سداد الرسوم مستقبلا أو إسقاط ديونهم القديمة وأكد خلف أنه تم تخفيض الرسوم البلدية عن 1064 أسرة بحرينية وإسقاط الرسوم البلدية عن 19 أسرة بحرينية وإعفاء ثمان أسر بحرينية من الرسوم البلدية خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2020 اشتركوا في القناة